الفترة القادمة أكيد الناس كلها بتستعد وبتتفرج ومشتسنها تشوف مباريات الأهل الإفريقية خلال الفتر اللي جاي الأول طبعا في مباراة مؤجلة مع القطن الكاميروني بإذن الله تتلاها بيوم السبت المقبل 4 مارس هذه المباراة مؤجلة من الجولة الأولى نتيجة طبعا مشاركة الأهل في كأس العالم للأندية طاقم التحكيم إلى عدير مباراة الأهل والقطن الكاميروني في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لمباريات المجموعة في دور أبطال إفريقيا طاقم تحكيم من موريشيوس بقيادة الحكم الدولي أحمد امتياز هرال أدار مباراة عديدة في المسابقات الإفريقية في الفترة الأخيرة ويمكن أبرز حكم هو من موريشيوس بيتواجد في المباراة الأندية والمنتخبات سبع لها بكده إدارة عدة مباراة للأهل ولكنه مش من حكام الصفوة اللي بيتواجدوا في المباراة الكبيرة أو اللي فيها تنفس كبير يعني مباراة الأهل وسانداونز كان فيها بملكة سيمة أكيد بيختاروا يمكن حكام النغبة في الدربيات أو المباراة القبرى لكن مباراة الأهل والقطن هيكون طاقم تحكيم من موريشيوس يوم 4 مارس السبت المقبل بعدها على طول بأسبوع يوم 11 مارس طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة سانداونز والأهل بقيادة الحكم السنغالي عيسا سا عيسا ساي ممكن هو اللي عدار مباراة زمالك وبلوزداد في الجولة الأولى في استاد القاهرة فهو اللي هيكون موجود في ملعب لوفتس في بريتوريا لإدارة مباراة سانداونز الأهل الساعة 3 العصر يوم السبت 11 مارس نروح للجولة الخمسة واللي هتكون في جروة في الكاميرون هيكون معدها يوم الجمعة 17 مارس الساعة 6 مساء هذه المباراة هيجدرها طاقم تحكيم ماكيني بقيادة بيتر أويرو هو اللي عيقود هذه المباراة وبالتالي الثلاث مواجهات القادمة للأهل مع القطن السبت اللي جاي هيجدرها طاقم تحكيم من موريشيوس بعدها 11 مارس السبت اللي بعديه طاقم تحكيم سنغالي في مباراة سانداونز ثم طاقم تحكيم ماكيني يوم 17 مارس الجمعة مع القطن الكاميروني في أجرو دي الثلاث المباراة الإفريقية اليوم والتوقيت والساعة وكمان القطن التحكيمية دي جزئية ترجمة نانسي قنقر